السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد مؤخراً سوق المعالجات صار رهيب لكل الفئات من الفئة الاقتصادية لتجار المخدات السنة الماضية عملت فيديو كامل عن أفضل خمس معالجات رح حطوه فوق بالكاردس وتحت بالوصف اللي حابب يتعلم أكتر وحتى سوق المستعمل ممتاز ممكن تحصل معالجات ممتازة بأسعار رهيبة وأكتر المعالجات المستعملة اللي بنسئل عنها هي معالجات الزيون إيش رأيك بمعالجات الزيون؟ هل معالجات الزيون جهدات للألعاب؟ هل بيصلحوا لإنتاج المحتوى؟ يا شيخ أنا حصلت معالج زيون بعشرين دولار أشريه؟ اليوم رح نحاول نجاوب على هالأسئلة بعد ما نسمع رسالة سريعة من سبونسور اليوم ودى علامة ويندوز المزعجة بدون ما تدفع سعر مفتاح كامل بإمكانك تحصل أفضل أسعار مفاتيح ويندوز من CDK Deals باستخدام كود الخصم الخاص بالقناة SNKRT بعد ما تحصل المفتاح أكتب Activation Settings في مربع البحث حط المفتاح هنا وانتهى الموضوع تفقد الروابط تحت بالوصف لتحصل أفضل العروض والأسعار من CDK Deals بالأول خلونا نجاوب على بعض المعلومات المغلوطة عن معالجات الزيون إيمان ليش معالجات الزيون كلها لقد رخيصة؟ معالجات الزيون مايرخيصة بالعكس هي من أغلى المعالجات في العالم حاليا إنتل بتبيع الزيون 8468 بـ 7000 دولار أما إذا تقصد ليش الزيون المستعملات الرخيصة فالجواب ببساطة المعالجات مش مصممات للاستخدام المكتبي مصممات للشركات والسيرفرات لهيك استخدامات أهم شي عدد الأنوية حجم الذاكرة المدعومة وعدد PCI Express Lanes في بعض معالجات الزيون مخصصات الاستخدام المكتبي ولكن الغالبية للسيرفرات لا سبب ممكن تلاقي زيون 12 نواب 15 دولار الشركات تشتري كميات كبيرة من هالمعالجات وبعد فترة بيطوروا سيرفراتهم لأنه بالنسبة لشركات أهم شي القوة والكفاءة أو القوة مقابل استهلاك طاقة قليل كلما كانت الكفاءة أعلى كلما كانت الأرباح أعلى لهالسبب كل فترة بيطوروا معالجاتهم فبيطرحوا الكميات الضخمة بالأسواق المستعملة ومثل ما قلنا هالمعالجات مش مخصصات للاستخدام العادي والمستخدم العادي نادرا لحتى يدور على معالج زيون فكميات كبيرة بالأسواق المستعملة وناس ما بتدور على هيك معالجات فطبيعي الأسعار تكون أرخص من الفجل وعلى سيرة الفجل معالج اليوم اشتريته بسعر أرخص من الفجل زيون E5-2683V3 حصلته بـ 25 دولار صدر بـ 2014 مبني عن معمارية هازول يعني الجيل الرابع وبدقة تصنيع 22 نانومتر فالمعالج قديم جيل رابع ولكن معمارية هازول ما هي سيئة أبدا يحوي 14 نواب و28 مسار 28 مسار بـ 25 دولار لها السبب الناس دائما متسأل عن هيك معالجات يا سلام عدد معالجات وأنوية خرافي بسعر جدا رخيص سرعة الـ 2 جيجا هرتز والبوس 3 جيجا هرتز فسرعاته ما كتير عالية مقارنة بمعالجات اليوم وهذا شيء متوقع لأنه معالجات السيرفرات أهم الشيء بالنسبة لهم عدد الأنوية مش سرعة النواب الوحدة وأيضا يحوي 35 ميجا بايت L3 كاش هذا حجم كبير يا جماعة ما هو حجم صغير لأذكركم الـ i9 14900K يحوي 36 ميجا بايت L3 كاش ذاكرت الكاش مش رخيصة أبدا وهالمعالج لما انطرح كان ينباع بـ 1850 دولار وات؟ يعني أيمن قبل ما تباشر أنا حمسني راح أروح أشتري هالمعالج يعني من المواصفات باين عليه شيء خارق منين أشتريه؟ تابع بعدين قرر المهم شبكت المعالج على البورد وشبكت كل القطع التانية المواصفات كلها ظاهرة على الشاشة أمامكم وخلونا نشوف بعض تجارب الألعاب وبعض تجارب التطبيقات انبشر التجارب مع CS2 اللعب ملتطلبة أكتر من CSGO وتحتاج أداء سينجل كور قوي لكن الزيون ما كان سيئ بصراحة الفريمات حوالي 100 فريم على الرغم أنه أداء السينجل كور فيه ما هو موبير سايبربانك حوالي 55 فريم وسطي كمان ما فيش موبير i3 جي العاشر بيعطي أداء أكتر من 60 فريم متوسط الفريمات في دانج لايت 2 كان جيد ولكن فيه دروبات بشكل مستمر والتجربة سيئة جودافور ملعوبة والفريمات متوسط الستينات وبدون دروبات تجربة جيدة أداء الزيون في جي تي اي فايف في جاني بصراحة نعم متوفريم وسطي ما هو شي موبير وأي معالج حديث قادر يعطي أكتر من هذا الرقم بس اللعبة مبنية على دي اكس 11 وتطلب أربع أنوية قوية وما بتستغل عدد الأنوية الكبير هورايزين زيرو دونت استغلت عدد الأنوية بشكل ممتاز وبالتالي التجربة ممتازة حوالي 70 فريم حتى في الختالات The Last of Us متطلب بشكل مجنون سواء على المعالج الرامات كارت الشاشة وحتى الفيرام زيون قدم تجربة جيدة متوسط للخمسينات وبدون دروبات Resident Evil 4 ريميك متوسط للخمسينات جيد لكن في دروبات شنيعة التجربة في ردة 2 ممتازة حوالي 80 فريم بدون دروبات Spider-Man أضخم لعبة على المعالج وتستغل تعدد الأنوية بشكل ممتاز وأيضا تجربة جيدة حتى أثناء التنقل بالعالم Stutterfield من أسوأ الألعاب في الاستغلال الهاردوير لفريمات متوسط التلاتينات في مدينة أتلانتس تجربة مقبولة مو أكتر Uncharted 4 حوالي 90 فريم تجربة ممتازة بدون دروبات Warzone 2 حوالي 70 فريم تجربة جيدة بس ما في شي مبهر لأنه i3 جي العاشر يحوي أربع أنوية وقدر يعطينا فريمات أعلى أو مستقرة أكتر Witcher 3 Next Gen حوالي 70 فريم تجربة جيدة أيضا جربت المعالج ببعض التطبيقات في سينبينش R23 عطانا 10,000 نقطة أداء جيد بصراحة خاصة مقابل السعر وفي سي بي يو زي حوالي 4900 نقطة بالملتي ثريد يعني أداءه نفس أداء الريزن 7 2700 اكس و313 نقطة بالسينجل كور أداء السينجل كور ضعيف مرة يعني شي متوقع صديقي كأنه بيجيك الدروبات وفريماتك قليلة في زرين تحت الاشتراك واللايك الاشتراك مقلل الدروبات واللايك مزود الفريمات مزود فريماتك وقلل دروباتك صديقي المسنكر أوكي كل الكلام اللي سمعتوه هو الجانب المشرق من معالجات الزيون لسه ما حكينا عن الجانب الأهم قبل شوائق قلت فكميات كبيرة بالأسواق المستعملة وناس ما بتدور على هيك معالجات فطبيعي الأسعار تكون أرخص من الفجل فيه سبب تاني للرخص المعالجات البوردات مش بالمستحيل تحصي البورد جيدة تشتغل مع هالمعالجات أنا ما حكيت عن البوردات في البداية لأنه الموضوع بده مسلسل كامل هالمعالج يشتغل على منصة FC-LGA 2011 أو LGA 2011 V3 بين قوسين X99 وبين قوسين هدول مش بوردات عادية هدول بوردات أكستريم هالبوردات لما كانوا متوفرات بالأسواق كانوا ينباعوا بـ 400 إلى 700 دولار لما كانوا متوفرات حاليا مش متوفرات ورح تروح للسوق المستعمل وبالسوق المستعمل بينباعوا بين 300 إلى 400 دولار لأنه نادرات فسعر المعالج الممتاز والقيمة الرهيبة بح طارت هنا يأتي علي إكسبرس والمصانع الصينية لإنقاذ الموقف إذا بتعمل بحث على بوردات X99 في علي إكسبرس بتلاقي مئات البوردات الجديدة بأسعار مناسبة بس ماذا؟ أنتل وقفت تصنيع لشيبسات X99 من سنين كيف لسه في بوردات جديدة؟ هالبوردات ليسوا X99 أصليات وإنما بوردات معاد تصنيعهم بشيبسات مختلف بيجيبوا شيبسات من بورد هازوية العادية مثلاً H81 وبيعملوا فلاش عليها وبيحطوها في بورد X99 أو بورد بيسموها X99 وبيعملوا فلاش للبيوس بيقولوا لك تفضل هي X99 تعرفوا مين كان يعمل هالحركات؟ كمان علي إكسبرس والمصانع الصينية المشبوهة من فترة سنتين السوق تملك روت شاشة مشبوهة أوه كرت RTX 2060 بـ 30 دولار يا سلام إيش هالرخص؟ تشتريه بيطلع لك GT 210 بس عملينه فلاش للبيوس بحيث النظام يشوفه على أنه RTX 2060 بس نحن مهنا بيكلها الكلام لو البوردات تشتغلوا أوكي لازم يكونوا خيار جيد فرحت وشتريت البورد اللي عليها أعلى تقييمات اسمها المهم شبكت المعالج وشبكت بقية القطع كرت شاشة رومات وشغلت وشاشة سودا أحيانا تعطيني الشاشة سودا وأحيانا تعطيني هالنغمة بالمناسبة هذا صوت للسبيكر الخاص في البورد بيعطيك انذار معين على حسب حوال تي بي سي والمفترض هالصوت يكون ستاندرد على كل البوردات بيب يعني البي سي نظامي وما في أي مشاكل بيب 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 يعني في مشاكل بالرامات بيب بيب يعني في مشكلة في كرت الشاشة بس نغمة بيتهوفن هيئش معناها والمشكلة انه النغمة مش ثابتة كل شوي بيغيرلي النغمة حسيت حالي بألفين وأربعة شاري نوكيا وقاعد بقلب بالنغمات وبلعب الحية ياريت المشكلة وقفت عند الألحان عرفت انه المشكلة من الرامات وجربت كالكتات الرامات الموجودة عندي جرقت حوالي عشر رامات ما اشتغلوه في كات وحدة او مش كات وحدة حبة وحدة اشتغلت 16 جيجابايت اشتغلت بمكان واحد فقط نعم حطرة حبة ثانية ما تشتغل غير مكانها ما تشتغل نعم التجارب اللي شفتوها اليوم معمولة على حبة وحدة 16 جيجابايت سيجل شانل على الرغم انه هالمعالج بيدعم كواد شانل لمو دول شانل لانه هاده معالج سيرفر زيون وحتى بعد ما اشتغلت احيانا اني طفي البي سي وأرجع أشغله تعطيني النغمة وأيضا هالمعالج بيستهلك 120 واط تعرفوا البورد كم عططه استهلاك طاقة أو كم سمحط له يستهلك طاقة إذا تبعت التجارب بعناية بتعرف الإجابة 30 واط نعم 30 واط على الرغم إنه إذا منطلع على الVRM منلاقيه إنه مش سيئ يعني 8 فيز مع هيتسينك جيدة يعني المفترض تقدر تعطيه 120 واط بالراحة يعني ليش حطينها العدد للVRM إذا رح يعطي 30 واط يا VRM إيش عبتعمل أنت البيوس فيها أعدادات للطاقة وممكن تفتح الطاقة على أساس حاولت أفتح الطاقة ما صار أي اختلاف يا ترى ليش هالبوردات ليسوا X99 أصليات وبتعرفوا الشيء المزعج أكتر اشتريت هالبورد ب140 دولار 140 دولار وهي المفترض أفضلهم وهيك النتيجة يعني إذا هذا وجه السحارة كيف رح يكون القاعة عرفتوا ليش ما كنت أحكي عن معالجات الزيون معالج رخيص لا يعني تجميع رخيصة ورخيص لا يعني قيمة جيدة ورخيص لا يعني خيار جيد ليكون صريح المعالج بحد ذاته جيد بل حتى ممتهز مقابل السعر يعني قدر يعطينا هالأداء بحبة رام وحدة سنجل شانل ومع صرف طاقة محدود فنحول نجاوب على الأسئلة المطروحة ببداية الفيديو هل معالجات الزيون جيدة للألعاب؟ نعم ممكن تكون جيدة بعضها ممكن يكون جيد للألعاب هل هم جيدات لإنتاج المحتوى؟ مع هل أعدد الأنوية الخرافي؟ أكيد هل أنصح فيهم؟ لا وألف لا المعالجات جيدة بس كل شيء متعلق فيهم عبارة عن وحل وقمامة ممكن أنصح فيهم بحالة وحدة فقط إذا حصلت المعالج مع بورد جيدة موثوقة بسعر جدا مغري أو إذا حصلت جاهزة في بعض الجاهزات من لينوفو ودل فيهم معالجات زيون جاهزات إذا حصلتهم بسعر مغري فنعم أما أنك تروح تشتري معالج زيون وتروح تدور له على بورد فأكيد لا هالمعالج مع البورد كلفني 155 دولار بهالسعر ممكن تحصل رايزين 5 3600 مع بي 450 بالراحة بالسوق المستعمل والرايزين 5 رح يكون أفضل بمليون مرة أفضل بأداء الألعاب أفضل بالتطبيقات منصة أحدث مميزات أحدث قابل للتطوير ما في وجع راس ومتوفر بكثرة فليش رتروح تدور على هيك زبالة مرة تانية المعالج ما هو زبالة بس كل شيء متعلق فيه زبالة وأيضا وجب أن أدوه أن معالجات الزيون جدا محيرة عندك مئات المعالجات وعشرات الأجيال وكل جيل بيشتغل على منصة مختلفة ولكن بالنهاية رح توصل لنفس النتيجة ما في بوردات جيدة مع هيك معالجات وإذا حصلت رح يكون السعر جدا مبالغ فيه لايك ما بنصح بالزيون أو أيضا وجب أن أدوه أن منصة الزيون غير مدعومة على كل المباردات عندي أربع مباردات اقتصادية هوائية ما كانوا أو ما يشتغلوا على منصة الزيون الـ LGA 2011 V3 فأضطريت أجيب مبارد هوائي أو مائي غالي لحتى قدرت أعمل التجارب يعني سبب ثاني خليني أقل لكم بعده عن هالمعالجات وبس يا جماعة إذا عددكم المخطب تعرفوا إيش تعملوا مزود الفريمات وإزافاتكم الفيديو السابق موجود هون حكينا فيه آه فيديو الأسئلة الشهري فيه إجابات رهيبة عن أسئلة كتير مهمة وممكن تتعلموا منه كتير موجود هون إزافاتكم كان معكم أخوكم أيمان رحمة شكرا للمتابعة سلام عليكم